طب شيخ فتحي أنا في موضوع الإخلاص لأنه طبعا حررتك اتكلمت فيه بصورة واضحة جدا قضية أن يبقى الإنسان بيعمل الحاجة مش بيبتغي فيها ربنا بيبتغي فيها أهواءه وبس العلماء لما اتكلموا في موضوع ده وحررتك وضحوا لنا احنا مش بسهولة بنوصل لأعلى درجات الإخلاص ولازم عندنا أهواءنا بتخالط الأمور فقالك مثلا الحاج اللي طالع بيحج لكن في نفس الوقت بيتاجر فقالك هل ده نيته مش خالصة الوجه الله فقاله ساعتها أنه هو طالما فيه نية أساسية أن أنا طالع لله وبشوف بعدها أهواء إيه فدي ما تضرش الإخلاص في شيء عايزين نوضح المعنى ده طيب أولا عشان نوصل إلى الإخلاص لابد أوصل لمرحلة همر بها أولا اللي هو الإسلام الإيمان وهوصل الإحسان اللي هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه عمر ما كان الإخلاص أو يعني يتنافى مثلا مع البيع والشراء والدنيا ده رب نقول ولا تنسى نصبك من الدنيا بس ولكن الإخلاص والعبادة هي التجرد أن أنت بتعمل العمل لله أيوة الدنيا لا محتاج أنني أجد وأكتخذ وتاجر وروح وأكسب ويكون عندي أموال وأنشغل بالدنيا بس في مقابل خلي بالك اوعد دنيا تخذك عن الآخرة اوعد دنيا تطمس عندك العبادة اوعد دنيا تخليها تضغى على العبادة لا خلي بالك خطواتك للدنيا أصبحت قليلة وإقبالك على الآخرة زي ما قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضام ألا وإن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منها بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا يعني أعمل إيه في المنظومة دي بيعجبني جدا كلام الجماعة الأولياء بيقولوا إذا ما كنت في حضرة الأولياء فأمسك عليك لسانك وإذا ما كنت في حضرة العلماء فأمسك عليك لسانك لأن سيدنا نبي علمنا كده ليس من من لم يرحم صغيرنا ويوكر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا سيدنا عبدالله بن عباس كان يمسك الدبل سيدنا زيدي بن سابت وأقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فإذا ما كنت بحضرة العلماء فأمسك لسانك وإذا ما كنت بحضرة الأولياء فأمسك قلبك الولي لقب ربنا أنت مش واخب بالك شكله إيه أنت مش واخب بالك اللي يقعد قدامك كده الغلب بيقول إيه والجوارح بيقولي والعكل بيقولي لا ده بيعيش في معي فبالتالي هتشوف أمور أنت مش هتحملها فحط إيه على قلبك لأنك مش هتحمل وإذا ما كنت بحضرة العارفين فكل ما شئت فإنهم سفن النجاح إلى الله رب العالمين ولذلك بيقوله كده يعني زي ما بيقول الدنيا عبارة كده زي ما سيدنا عنه بيوصفها بالضبط كده بيقول العلماء حول العلم نغر والحكمة بحر فالعلماء حول البحر يطوفون والحكماء في وسط البحر يغوصون والعارفون في سفن النجاة يسيرون بيمشوا مع ربنا بيروحوا ربنا فأمر ما كانت الدنيا تتنافى مع الإخلاص أو العبادة استحالة يعني إلا حدرتك صنفتهم ده كلها تصنيفات ودرجات الإخلاص لا تتنافى الوصول للعبادة اللي من خلال سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان أغنى أغناء الصحاب هل دي يتناقض أو يتنافى مع إيمانه بالله عز وجل مع الإخلاص أو مع الإخلاص ده سيدنا نابجال يأتي يوم القيامة يخد خلجنة كده حبوا سيدنا عثمان بن عفان اللي سيدنا بقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يا سلام علشان كان عنده أموال وكان ينفقها في سبيل الله عز وجل لا يتنافى أبدا مع الإخلاص والعبادة طيب يبقى خلينا المثال اللي حدرتك قلت أو الأمثال اللي حقيقة وضحتها إن الشهيد اللي هو بيموت عشان بس يتقال إن أنا موت في سبيل الله أو إن أنا شجاع الشخص التاني اللي بينفق علشان يتقال إن ده بينفق جوات صعي فكرة إنه هو ما بيعملش ده في الباطن هو منجرد صورة شكلا صورة وشكل إرضاءا للناس وده ما يوصلش أبدا لقضية التقوى فيه مراحل تاني اللي هي الدرجة اللي احنا فيها بقى يعني إلا ما نرحم ربي يا شيخ فتحي مسألة اللي احنا تربينا من صغرنا على تأدية العبادات أم صلي هنصوم في رمضان الحاجات اللي مش بنجذب الحاجات الأولية الأساسية جدا اللي بنعملها اللي مش شرط إنها بتربينا طريبية وجدانية يعني ممكن نكون أخدنا عليها كاسلوكيات لازم نعمل فدي برضو ما توصلش للتقوى يا شيخ فتحي طيب خلينا نقول إن احنا عندنا ديننا فيه أركان إسلام صح أو لا أركان إيمان ليه ما كانش على طول أركان إيمان على طول ليه دخلت في المحطة الأولية لحدك بتتكلام عليها لقيت عودنا نصلي تعودنا نصوم تعودنا مش عارف إيه أنا أيها تعلمت إن عندي كده زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ باعة الرجال وأخذ باعة النساء وحط لها البنود ونزل كده سيدنا أنا بيقول بنية الإسلام على خمس وحط المفتاح بعد ما المفتاح أنت بتدخل الباب ويبع عندي بغا الشكل الإسلامي من التوحيد وإقامة الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الأمور دي يا أسوة صارة إما تنغمس فيك إما تعشيها إما حتى لو أدتيها في البداية كده معاليش يعني شكلا حتى لو تعودت اه اعتياد بس بتيجي في مرحلة من المراحل أسطب أنت بتنتكل الحالة تانية خالص إيمانك بيرتقي الصحابي اللي كان الصحابة راح يشكوه ويقولوا إن كان بيسرق إن كان بيسمع الناس بيقول إيه فالنبي يقول سبوه مرة بعض مرة إن صلاته تنهى أيوة مرة بعض مرة الصلاة اللي بيصليها هتجي في مرحلة كده فاصلة هتغير من عينيه هتغير من سمعه هتغير من جوارحه هتغض من دائرة الإسلام إلى دائرة الإيمان وبعد ما يعيش بالمعيشة ساعتها يبا يوصل لمرحلة الإحسان كأنه إما يعبد الله كأنه يرى أو أن الله يعيش في معي أن الله عز وجل ينظر إليه ويراقبه أو أنه عايش كده أصبحته أنظر إلى عرش ربي كأنه بارزة يقول له سيدنا نبي عرفت فلزم عرفت فلزم ليه لأنه مررت مررت بمراحل إسلام أركان اعتدت عليهم أصبحت عندي خلاص دايدا بعد ما أصبحت دايدا مليون في المية تربيت عليهم وما تربي بالسمرارية انغرس فيها الإيمان إيماني زاد زاد بالطعاط أصبحت بتعبل ربنا ببكي خشية لله رب العالمين وصلت لدرجة الإحسان أعلى درجة من درجات الكرم من الله رب العالمين هو دا مراحل الإحلال والتبديل في القلب فزي ما بنقول حتى اللي كتير ما نسأل مشايخنا أنا مش حاسس بخشوع وانا بصلي أنا مش حاسس بلزة العبادة يقول لك صلي وكمل على الطريق ومع الوقت هيحصل دا فالتقوى ما بتجيش فجأة بتيجي بالتدريق طيب صلوا كمال مع الطريق هتوصل أيوة حيلو جدا بس لي فيه كده ما كل من أسيادنا العلم يقولوا كده التخليق قبل التحليق أنا ماشي الفعل أنا أكمل بس ستوب لازم الأول أحصل فيها عملية تنظيف لازم القلب دي أجلية علشان ما يجي يستقبل صوم وصلاة وعبادة آه هتنزل وتأثر فيه بعد كده الصلاة هتوصلني الإيمان الصلاة هتوصلني الإحسان طب تخلصوا يا صارة كده أنا عندي القلب مليان حقد وحسد وكرهية وبغضاء ومليان غيبة ونميمة وقره لخلق الله وعمل أصلي وعمل أقرأ كرآن وهنا فيه صد هنا فيه ما فيش حاجة وصل للقلب هوصل إزاي يبس طوب أي وواظب مع المواظبة لازم الغلب ينجلي تمسي الغلبة كده تطلع منه الأمراض اللي من خلالها بتضيع بتضيع أثر الصلاة وطعم الصلاة وطعم العبادة اللي من خلالها من تلك توصل أن تكون في مرتبة المحسنين لأن ربنا والله يحب المحسنين لذلك أقول لك يعني قصة جميلة جدا لأحد الصالحين رضوان الله عليه يمكن في يوم من الأيام مش عارف يقرأ الورد بتاعه وعمال مش عارف ينام حتى فبيقول فخرجته خارج الفناء خارج البيت في الفناء فوجدته رجلا ملتحفا بعباءة فنادى علي قائلا يا أبا القاسم إلي الساعة قال له خير قال له أسألك سؤال قال له في هذا الوقت أنت جاي قبيل الفجر تسأل سؤال طب انتظر حتى بأدب يعني المتعلم قال والله لقد سألت الله أن يحرك قلبك لي فحركه لي يعني أنت طالع لي كده بش أرى منه هو بإرادة منه هو ومش مزاجك ده هو ربنا حرك القلب ما انتش عارف تنام وعارف تقرأ فطلعت مرة عشانا أسألك السؤال طب يسأل قال متى يصير داء النفس دواهم امتى يصير امتى يصير العلاج امتى يصير المرج المرض علاج متى يصير داء النفس المرض علاج قال إذا خالفت النفس هواها صار أداء دواها إذا خالفت النفس هواها صار أداء دواها وذي اللي احنا محتاجينه علشان أوصب بالعبادة من صيام وصلاة وعبادة ربنا فرضها علي لمرتبة الإيمان ومرتبة الإيمان لمرتبة الإعسان اللي هي التقوى لابد الأول أخالف النفس النفس لو الواحد سابها تضيعه إنما لو الواحد وقف مع نفسه وقفات فبالتالي ماذا ستقول ربك غدا يا عمر كان بتفوج عمر وكان سيدنا عمر بن عبد العازل كان يجيب له حدوك وقوله اتقل لها يا عمر فيذكره بكتوه الفكرة يا شيك فاتحي إن إحنا حتى لما جينا عملنا ملفات في التأسيس وفي التربية قضية مهمة جدا إن إحنا نشوف الحكمة من العبادة زي ما بنعلم العبادة كخطوات لأن هي الأصل من الصلاة فهي الفكرة ربط العبادات بمعانيها دي قضية مهمة جدا إن إحنا ساعت وإحنا كبار نقش واخدين بالنا ويعني وبنقدي وخلاص فعلشان توصلنا لقضية التقوى ربنا لما كمل الآيات وصف معيني تخلينا نستوعب مين هو الله سبحانه وتعالى علشان بعد كده نقدر ننفذ الأوامر دي وأول أمر عبوده الله